اشتركوا في القناة بصدمة بالمكان في بلدية بيجاية نسأل الله السلام ولا حول ولا قوة الا بالله العليه العظيم اشرت مدرية الحماية المدنية لولاية بيجاية ان وحدات الحماية المدنية سجلت خلال عملية المسح الاولى اضرار في بعض المنازل واصابة احد المواطنين بجروح طفيفة بسبب الزلزال الذي درب صبيحة اليوم واضافت انه توافد عدد من المواطنين لمستشفى خليل عمران بيجاية بسبب نوبات الهلع التي انتبتهم بعد الزلزال حماية المدنية في بيان ان الهزة شعر بها سكان كل من ولايات جيجل وسطيف وبرج بورريج والبوايرة وتزوزه بمرداس والجزائر العاصمة نسأل الله السلام ربنا يحفظ الجزائر وشعبها اللهم امين واضاف ان جميع وحدات الحماية المدنية تدخلت للبحث عن اضرار محتملة بولاية بيجاية وجيجل لحد الان الحمد لله لا يوجد اي خسائر بشرية غير اصابات طفيفة نسأل الله العظيم لهم الشفاء العاجل اللهم امين عصيلة جديدة الحماية المدنية تكشفها اصابة امرأة بصدمة بالمكان المسمى تبال بوسط مدينة بيجاية وتشكك جزء بجدران الطابق الاول لعيادة الولادة ترقى ازمور بمدينة بيجاية ربنا يسترها ويسلمها باذن الله تعالى ويشفي جميع المصابين اللهم امين وتم وضع فرق الدعم للتدخل الاولى للولايات التالية برج بورريج وسطيف ومسيلة والبوايرة وتزيوزو بمرداس وميلة وكذلك الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل في حال التهى بكسوة ربنا يحفظكم جميعا اللهم امين ايها الشعب